اشتركوا في القناة لا نحصي ثناء عليك أنت كما أسنيت على نفسك هناك من يسأل أنتم تتلون علينا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي يضمن لنا أن هذا الكلام حقيقة حصل يعني ما الذي يضمن لنا أن هذا الكلام وصلنا بشكل صحيح أو هذه المعلومات صحيحة انتبهوا هذا إذن يجب أن نطلع الناس على منهج معين سار عليه علماء المسلمين وسار عليه ليس فقط علماء المسلمين يعني هذا منهج تحقيق علمي مقبول بل هو منهج صحيح مئة بالمئة بالنسبة للمناهج المعرفية الأخرى بل هو أفضلها فطبعا نحن عندنا روايات وعندنا أسانيد وهذا الأمر موجود فقط في الأمة الإسلامية فقط الإسناد موجود فقط في الأمة الإسلامية الإسناد يعني أنا مثلا أخذت عن شيخي فأقول لكم أخبرني شيخي بكذا وشيخه أخبره بكذا وشيخه أخبره بكذا إلى فوق إلى صاحب القصة وكل شخص من هذه الأشخاص من هذه السلسلة يعطي تلميزه يقول له حدثني أو رأيته أو قال لي تمام فهذا اسمه إسناد طبعا الإسناد يجب أن هناك شروط لهذه الإسناد هذا في كله منهج إسلامي يجب أن يكون مثلا هناك الأسانيد قسموها إلى صحيح وحسن وضعيف بحسب هذا الإسناد يعني صحيح ما الحص صحيح يعني هو الذي نقله العدل يعني أخلاقه صادق لا يكذب أبدا الضابط يعني لا ينسى أبدا عن مثله عن رجل آخر مثله باتصال من أول السند إلى آخره وخلى هذا الإسناد عن شزوز يعني عن مخالفة ما هو أصح منه وعلتين أو علتين قادحة أو أمر خفي يعني يطعن في هذا السند يعني هذه الدراسة للرجال يدرسون الرجال واحد واحد حتى يعطوك بالنهاية نتيجة أن هذا الحديث منقطع أو غير منقطع متصل هل هو مثلا فيه من ينسى فيه من لا ينسى الحسن يأتي مثل الأول نفسه لكن يختلف فقط في موضوع يعني الضبط يكون أقل أما هناك أحاديث ضعيفة نقول أحاديث فيها مشاكل في الإسناد فلماذا قسموا هذا التقسيم حتى يعني نفصل ونفهم ما هو الإسناد الذي يمكن أن نقبله والإسناد الذي نرده نقبل ونرد فالصحيح نقبله والحسن نقبله والضعيف للدراسة ممكن أن نرده وممكن أن نقبله إذا وجد أحاديث أخرى تؤيده فهذه كلها أسانيد التاريخ عندنا نحن المسلمين فقط أما عند سوان من الأمم ليس عندهم أسانيد وليس عندهم هذا المنهج المعرفي لكن لما اطلعوا على مناهج المسلمين في استنباط وأخذ هذه المعرفة بالإسناد أعجبهم ذلك كثيرا وعملوا عليه دراسات الآن ليس موضع هذا البحث لكن الذي يهمنا الآن نحن لما نقول هناك أسانيد طبعا هذه أسانيد ليست يقينية إلا المتواتر المتواتر أمر آخر كل شيء في السيرة النبوية الأحداث الكبرى كلها متواترة يعني مثلا ولادة النبي في مكة متواتر دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ذهبوا إلى غار حراء ونزولوا من غار حراء ودعوته الناس إلى التوحيد هذا أمر متواتر هجرته إلى المدينة المنورة متواتر إقامته هناك دويلة صغيرة متواتر بناءه المسجد النبوي متواتر حروب التي خاضها بدر وأحد والخندق وبني قريزة وبني النظير وكذا كلها متواترة هذه أخبار متواترة يعني كيف تقول الآن هناك مدينة اسمها باريس وبرج إيفيل في باريس مع أننا لم نذهب إلى باريس لكنها هل يستطيع أحد أن ينكر وجود باريس؟ هل يستطيع أحد أن ينكر وجود ديفيد هيون؟ هل يمكن أحد أن ينكر وجود إيمانويل كونت؟ مثلا هل يمكن أحد أن ينكر وجود ريني ديكارت؟ هؤلاء يعني أتباع هذه المدارس أحيانا ينكرون على المسلمين أنه ربما هذا الكلام ليس صحيح أنتم هل تنكرون الآن المعاصرون منهم؟ هل ينكرون وجود هذه الفلاسفة هؤلاء؟ هل ينكرون وجود موسكو؟ توكيو؟ ولو لم يزأ هذا متواتر فأحداث السيرة المجملة متواترة أما التفاصيل نعم نقول هي ليست ظنية ماذا يعني ظني؟ ظني يعني إما إذا كان ظن قوي يصل إلى 80 أو 90% وإذا ظن قليل يصل إلى 60% فالسؤال الآن للجميع أنا إذا عندي خبر نسبة صدقه 60% وعندي خبر نسبة صدقه 30% بأيهما أفضل أو 50% أليس الأحوط لي أن آخذ هذا الخبر الذي هو درجة صحته 60% إذا كان 70% أفضل إذا كان نسبة صحته 90% أنا هذا يعني أجد نفسي يعني يجب أن آخذ به لأن 90% نسبة الخطأ 10% فقط 90% صحيح إذا يجب أن آخذ به لا في العقائد والأصول الدين نحن نتكلم عن التفاصيل في السيرة النبوية ما سنتكلم عليه في هذه السيرة النبوية من التفاصيل صحيح يا ظنية في المجمل متواترة لكن الحوادث البسيطة هنا وهناك وبعض الكلمات وبعض الأقوال نعم هي ظنية لكن ظنية فوق 50% يعني نسبة الصحة فيها تفوق نسبة الخطأ والكذب فيها فإذن من باب أولى أن آخذ بهذا الخبر دون أن آخذ بالأخبار الأخرى أو لا آخذ بخبر فالمؤرخون عبر التاريخ كتبوا كتب تاريخ وكلها يعني لا توجد أسانيد بدون أسانيد بعض النقولات وبعض المخطوطات وبعض الكذا وفي فراغات تاريخية ملؤوها هم ومع ذلك يقدسون هذا التاريخ الذي كتبوه تاريخ الأمم فكيف نحن عندنا تاريخنا يعني أكثر توسيقا وأكثر دقة وأكثر صدقا ولذلك نحن نأخذ هذه الأحداث لنتعلم منها حتى ما وردنا في الظن لنتعلم منها دون أن نقطع يقينا أنها يقينية ولكن هي أقرب إلى الصدق منها إلى الكذب أما الأحداث المجملة بمجملها فهي جميعها متواترة ونحن في هذه السلسلة لن نخوض في التفاصيل وإنها سنتحدث عن المتواترات التي وردت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وكيف نتعلم منها وماذا نتعلم منها وكيف ننزلها في مجتمعنا وفي حياتنا وفي سلوكنا وفي ديننا وفي أخلاقنا هذه هي غايتنا من هذه السلسلة فنسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر